السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحالكم شباب شخباركم معكم هادي في هذا الفيديو رح أشرح عن أداة الـ Autoresponder وكيف أنك تستخدمها فأنت لو شخص بدأت لمدة 30 يوم ما تجونه مع GetResponse وبعد 30 يوم قررت أنك تدفع إلى الخطط حقتهم فأنت ما تبغى تدفع حق 49$ حابت أنك تدفع حق 15$ فأنت بهالطريقة ما رح يكون عندك أداة اسمها الـ Automation طبعاً هذا الـ Automation هي أداة جداً مهمة طبعاً تستخدمها أنك تسوي إميرات تلقائية فرح تكون لو أنك بدأت 15$ رح تكون عندك القدر أنك تستخدم هذا الـ Autoresponder طبعاً تقريباً أداتين تقريباً أنت شابهوا بس فيه اختلاف بسيط الـ Automation أسهل هذه نفس الشي بس أن الأفضل Automation أنه تعطيك قابلة أنك تستخدم أشياء أكثر أو مميزات أكثر فإذا أنت بدأت خطط الـ 15$ هذا الفيديو أو هذا الشرح رح يكون مفيد إليك أنه رح يشرح لك كيف أنك تستخدم له الألات الـ Autoresponder وكيف أنك تسوي إميرات تلقائية بحيث أن الشخص لما يسجل في الإميل حقك أو الإميل القائمة للـ List حقتك على طول الإميلات تجي إليه بشكل تلقائي بدون ما تسوي أنت ولا شيء فخلونا نبدأ فطبعاً أول شيء أنت تحتاج أنك تسوي قبل أنك تستخدم أو تستخدم ألات الـ Autoresponder هو أول شيء أنك تحتاج أنك تتسوي List قائمة طبعاً شرحت عدة مقاطع كيف أنك تسوي List فخلنا نوريكم مع السريع أول شيء تجي عند List هنا وبعدها تجي عند Create List وهنا تسمي اللي أنت بغى تسميها على كيفك طبعاً من الأشياء اللي لازم تكون واضح هنا أنك ما تجد تسوي أحرف كبيرة هالشي ما رح يقبلها أبداً بس مسموح لك أنك تسوي أحرف صغيرة وما يصير بعد أنك تسوي مسافة فطريقة ثانية أفضل أنك تسوي مثلاً تسوي الاسم هذا الاسم أنت اللي رح تشوفه بس اسم القائمة حقتك مثلاً خلو نسميه يوتيوب تقدر تسوي داش تحت وعدها تسوي من اللي تبغى تسميه مثلاً أما مسافة وأحرف كبيرة فأنت ما رح تقبل تسوي هالشي مثلاً 1-2-4-5 هذا اسم الليست حقتنا هذه موجودة طبعاً زي ما تبشافين فيها 0 وما فيها ولا عميل فبعدها نجي عند منيون ونجي عند الآترسبوندر طبعاً الآترسبوندر مثلاً ما قلت لكم إذا تسمح لك أنك تجهز إيميلات تكون جاهزة عندك زي ما تبشافين هنا عندي إيميلات موجودة فهذا الإيميلات لمن شخص يسجد في القائمة الليست حقتي مثلاً أنا عندي صفحة لاندي بيت أو صفحة هبوط فلما شخص يحط الإيميل حقه الإيميل حقه أو الاسم حقه على طول راح ينخل في هذا القائمة ولما يجي في هذا القائمة اللي حنا سويناها على طول الإيميلات راح تجيه تلقائياً فطبعاً سوي الفيديو كيف أنك تسوي صفحة هبوط ونموذج بحط لكم مرة وطفة تحت طير شايك على حتى في القناة موجودة فخلنا نورك محين كيف أنك أول شيء تجهز الإيميلات طبعاً مثل ما قلت لكم أول وحين هنا راح نجهز الإيميل اللي أنت راح ترسله أو الإيميل اللي راح يجي للعملاء أول ما يسجل في القائمة حقتك فهنا مكتوب Untitled Outrosponder هنا طبعاً تسمي اللي هو الرسالة حقتك تسميها الاسم أي شيء اسم ينتمي إلى الرسالة مثلاً انت راح تقدم كتاب فتسميه مثلاً Book أو Free Book مثلاً انت راح تقدم كتاب مجان فتسمي مثلاً أي شيء ينتمي إلى الكتاب بعدها ثاني شيء هذا مهمة Linked List تأكد هنا تأكد أنك تختار list اللي أنت حاب ترسليها الرسائل أو الإيميلات فمثلاً شخص سجل في هذا القائمة اللي حنا سويناها مثلاً عندنا نموذج أو صفحة ابوب سجد في هذا القائمة فلما يسجل في هذا القائمة الإيميلات راح تجيب لهذا الشخص بس لونت لو حاطت في هذا القائمة راح تجيه للست قائمة ثانية فيها ناس ثانين فأنت تختار list اللي أنت حاب ترسل لهم الإيميل فهنا راح اختار له اللي اللي حنا سويناها قبل شوي وبعدها هنا تحت Autorsponder settings هنا تختار الوقت اللي حاب ترسله ترسل الرسائل للعملاء أو للأشخاص اللي سجلوا في القائمة حقتك فهنا مكتوب on day zero same time as a sign up time يعني هنا المعنى أن أول ما يسجد في القائمة حقتك الرسالة راح تجي على طول في نفس اللحظة طبعاً الأيام مودور تحت allow the message طبعاً هذا الأفضل يعني خلها كلها يعني عليها تشكت يعني كلهم عليها صح الأفضل بس لونك عب تغير شيل يعني مثلاً لو شلنا الصح من هنا من هنا فهنا إيميلات ما راح تجي في هذا اليوم راح تجي في الأيام الثانية الجمعة الخميس للأربعة ثلاثة الاثنين فهنا راح أختار كلهم وهنا on day طبعاً لو أنت حاب أنك مثلاً حاب مثلاً لو سويت إيميل ثاني طبعاً بعد هذا الإيميل سويت إمثال وحبيت أن الإيميل الثاني اللي أنت بغى ترسله لهم يعني يستنى يوم أو يومين بعدها يجي الإيميل يوصل لهم فأنتك تخليت بعد يومين وهنا تكت تغير مثلاً هنا بتحط exact time exact at هذا يعني أنت تختار الوقت اللي أنت تبغى يعني بعد يومين وهنا تختار الوقت والساعة ثانتين الساعة ثلاث خمس على كيفك فهنا الوقت من المهم أنك تنتبه للوقت فأنا أفضل أن الأول إيميل راح ترسل أول إيميل الأفضل أن يكون zero ويكون same time as sign up هذا توقع أفضل شي بالنسبة لي أنا أنت على كيفك شوف الشي اللي ينصدك ثاني شي ثالث شي عفواً له تحت اللي هو الإيميل شوف هنا from email address reply2 الإيميل اللي نفسه هنا له from email address لازم يكون نفسه اللي موجوده في reply2 لازم الاسم يكون نفسه بالضبط لازم يكون نفسه بالضبط طبعاً فهذا مهم فننزل تحت subject line طبعاً subject line مهم subject line هو الجملة الأولى اللي تجي فلما أنا مثلاً نرفض لك إيميل الجملة الأولى من الإيميل هي يسموها subject line فمن المهم يعني subject line مهم طبعاً أنك تكتب شي يجذب العميل يجذب انتباه العميل بحيث أنه يفتح الإيميل ويقرأه subject line جداً مهم طبعاً تجي تحط 150 حرف بس راحت 150 حرف تجي تحط وتحط تجي تحط أقل على كيفك بس إنه subject line جداً جداً مهم فهنا حالياً design and content طبعاً هنا تسوي الرسالة حقتك فنرضض عن design هنا أو هنا ما تفرق وهنا تختار التمبلت اللي تبغى تستخدمه في الإيميل حقك ففي حالتي أنا حالياً طبعاً زي ما أنتب شايفين هنا تقدر تختار قوالب جداً كثيرة طبعاً شوف الشي اللي ناسبك بس أنا في الحال الحال راح أختار إيميل أو قالب فاضي أبيض هذا علشان أرسل العميل طبعاً زي ما أنتب شايفين في قوالب ثانية تختار كلام وفي فيديو كلام في صور أنت على كيفك فأنا راح أختار بلانك تيمبلت قالب فاضي ما في شي أبيض فهنا الإيميل طبعاً زي ما أنتب شايفين كلها عليك أنك تسويه علشان تبدأ تكتب الإيميل هو أنك بكل بساطة أنك طبعاً قبل لا تكتب الإيميل أو قبل لا تسوي أي شيء فهنا الأفضل أنك خادت شي للوغو تضغط عليها بس دقطة وتجي عند Show View Online Link وتسكر Show Logo فهالطريقة أنت سكرت اللي هو اللوغو فحالياً تختار التكست أو الكلام أو تبغى الإيميج الصور أو الفيديو أنت على كيفك شو الشي اللي يناسبك فخلنا نسحب التكست بهالطريقة هنا تحت أو فوق ما تفرق فهنا بعدها تبدأ تكتب اللي هو الرسالة حقتك فأنت على كيفك تبغى تكتب تبغى تخلي الخط أكبر أصغر أنت على كيفك تسوي اللي تبغى تسويه تريد تخلي في النص تبغى لو تتبغى حاب طبعاً مثلاً أنت في اللي هو الرسالة حقتك حاب أنك تقول لهم سجل للكتاب المجاني من هنا مثلاً أنت إذا تكتب لهم Sign Up فحاب أنك تحط Link في هذه الجملة فكل عليك تسوي اللي هو Highlight وتجي عند هنا وهذا الاسم وخلى هوب أدرس وحط اللي هو الرابط للا تبغى تختاره مثلاً هذا وتحطه وكده لما شخص قدرت هنا راح يوديك لصفحة ثانية أو صفحة المنتج أو صفحة الشي اللي راح تقدمه بعد ما تخلص الإيميل سوي له Next وبهذا الطريقة طبعاً بعدها بكل بساطة طبعاً نتخل لهم كلهم نفس الشي لا تغير فيهم شي سويه Save & Publish وبهذا الطريقة أنت سويت إيميل جاهز لاستخدام فلما شخص يسجل في هذا القائمة اللي حنا سوينها قبل شوي الإيميل راح يوصل له تلقائياً طبعاً الطرق في طرق كثيرة إن الشخص يسجل بالإيميل يسجل في القائمة حقتك مثلاً هنا أنا سويت هذا طبعاً نزلت فيديو كيف تسوي نفسها لو قالب فلو شخص حاب يسجل في الإيميل حقك مثلاً في هذا الكتاب تبغى تعرض لها كتاب مجاناً أو كورس مجاناً أو منتج مجاناً أو أي شي فتقل تسوي صفحة زي كذا وتقول له حط معلوماتك الشخصية فلما نحط الإيميل حقه هنا بكل بساطة على طول تلقى أي حسابه أو إيميل حقه ينتقل في القائمة حقتك فهذا الطريقة خلاص راح ينتقل إلى الرابط المنتج أو Thank You Page طبعاً نزلت فيديو كيف أنك تسوي هذا الصفحة فإذا حاب أنت أعرفك كثيراً في مدير كل شيء في قناتي أرجعوا له إن شاء الله راح تستفيدوا فهذا هو نهاية الفيديو شباب إذا أعجبكم وإذا ما كان عندك حساب في GetResponse حاب تفدي لمدة 30 يوم مجاناً بحط لكم الرابط في الـ Description تحت راح تكون عندك القدرة إنك تستخدم كل الأدوات الموجودة هنا كلهم فإذا أعجبكم الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك مع السلامة